اشتركوا في القناة هلا الأسلال الكوليين راح يشتغل مع different organs حكينا الorgans ممكن تكون voluntary زي skeletal muscles ممكن ما تكون voluntary زي heart زي lung زي salivary gland زي blood raffer and so forth ارجع اعيد معكو ال fundamental actions لهذا الموليكيول اللي هو endogenous neurotransmitter اللي انا بهذا الشابتر بدي اعمله block هلا الأسلال الكوليين اذا اخذنا طلعنا على ال eye اخذنا مثلا ال pupil راح يعمل لي meiosis باللungs راح يعمل bronchospasm bronchoconstriction اذا طلعنا على ال heart راح يعمل لي a decreased heart rate اذا طلعنا على ال salivary gland راح يزيد السيكريشن increase بال salivation اذا اخذنا ال GI tract راح يزيد لي le motility لانه الاستال الكولين بعمل contraction في المسلز في increased في increased في gastric motility يعني انا لما اعطي antagonist انا خليني اغير اللون ناخد الاخضر راح اعمل العكس راح اعمل برونكو ديليشن برونكو ديليشن ورح اعمل نرفع ال heart rate ورح نعمل dry mouth عكس الصلايا مهو dry mouth ورح نعمل تقريبا decrease في ال GI T motility بالتالي ممكن يصير ممكن يصير نعمل نعمل constipation طبعا فيه لسه كتير actions اكتر من هيك بس هادي هي fundamentals طيب انا ال colonergic antagonist لازم اعرف وين ال receptor موجود وبيزد على هذا الحكي بدي اعرف وين انا بدي اشتغل وايش ال action اللي انا ممكن اعمله لو نزلنا شوي وشفنا انه لو غيرنا اللون اخدنا رجعنا لون black ال colonergic receptors نلاقيهم قلنا المسكارينيك بال involuntary organs ال نيكوتينيك كانوا موجودين بال غانجليا طبعا اليوم الليكتر نحاول نستخدم فيها ال white board فقط عشان تبلد افتا كونسبت مع بعض كمان هذا ال نيكوتينيك 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 موجود بال جانجليونيك بلوكروز هو في ذا واحد مش هو بالدرس اسمه نيكوتينيك نيكوتينيك نرد نرد موسكولر لانه موسيل جانجليونيك المسكارينيك من اهم العلم نحكي ما رح احكي كل الكل الاكشنز نحكي الموست امبورتن الانتي مسكارينيك الدور الرئيسي اللي انا اشتقت منه الادوية هو الاتروبن ااتروبن هو الكالويد موجود في نبتة البلدون في عنا سكوبولامين هلا هذا مثلا سكوبولامين مور ليبوفيليك بشتغل مور سي ان اس بيستخدموه بيستخدموه مشان مشان الموشن سيكنس يعني it's used for motion sickness موشن سيكنس حلا الاتروبن هو بولر مرات كتير بيستخدموه اي في مشان الكاردوورسكولر سيستم من ما بدي العب في موضوع الهارت ريت طبعا لانه الاسسالكولين بيعمل decrease في الهارت ريت في الاتروبن رح يرفع الهارت ريت الاتروبن كتير فيه افينيتي مع اللنغز مع البرونكيولز كانوا بالزمنات بيستخدموه لواحد عنده ازمة بيعطوه الاتروبن لانه بيعمل برونكو دايليشن لانه طبعا نحكي ان الاسسالكولين بيعمل برونكو سبازم اللي بهمنا اليوم نحكي فيه عنهم دويين اخدوهم من الاتروبن اول واحد اسمه ابراتروبيوم ابراتروبيوم هو انهيلر انتي ماسكارينيك طبعا انتي ماسكارينيك يعني رح يعمل برونكو دايليشن ورح يعمل decrease في الميوكس سيكريشن لانه اصلا الاسسالكولين قاعدته رئيسية بزيد الكونتراكتوليتي وبزيد السيكريشن فانتو هنطعطي دوي بعمل للعكس هل هذا الانهيلر بيستخدم كل ست ساعات هذا لمرضى اللي عندهم COPD نفس الفرمستيكال كومباني عملت منه كمان دريفاتيف تاني مور ادفانسد ومور اكسبنسف طبعا اسمه تايو تروبيوم هذا التايو تروبيوم هذه الفرمستيكال كالسا د Mystery medica وهنا مقشوف الكامل بيستخدم الكامل بتاخد اذا كو 24 او 12 او كو 12 او كو 12 او هدول ال medications هم بال COPD هل بقدر احكي انهم كانوا يعمل مفيد في الاثمة؟ لا لانه محكي medications used for pro asthma ان شاء الله عالا ادل فيديوز لامن يحكي بالفينتولين او السلبيوتامول كبيتة والالفا هدولا بشابتر استانيين بيستم اللي هوا ايش ي Luiza Sympath continues to in أو الأدرونيرجي نحن هنا نحكي بالكولينيرجي كولينيرجي طيب نتصور المسكرانيك نغطينا بشكل ميح لو أخذنا النيكوتينيك النيكوتينيك هل النيكوتينيك هاي طلعت M بشكلها نحكي ال نغير اللون واخد أحمر النيكوتينيك النيكوتينيك ريسبتر هذا موجود في القانجلية والانتاغونيس نسميه غانج اليونيك بلوكر في دواء اسمه نيكوتين النيكوتين طيب وحكينا بالمسلز موجودين كمان الليكوتينيك إيش ريسبترس في القانجلية وفي المسلز هلا بنا ناخد كونسيبت الأستال كولين لما يرتبط مع النيكوتينيك ريسبتر لو نحكي على غانجلية أو على المسل رح يعمل رح يعمل مثلا رح يرفع الكالسيوم انفلاكس هذا الحكي بنسميه دي بولاريزايشن دي بولاريزايشن وبالتالي لما يزيد الكالسيوم انفلاكس رح يشتغل الاكتين مايوسين رح يعمل كونتراكشن في هاي المسل أنا لما بحكي بالانتي نيكوتينيك أو المسل الرياكسنس أنا بدي أمنع الدي بولاريزايشن فالهون الأدوية هي الانتي مسك أو الانتي أو الان ام جي بلوكرز طبيعي من سميهم يعني استلاحيا رح نسميهم انتي دي بولاريزايشن درقز هو بصراحة بنسميهم نوعين في نوع زي ما حكينا بس بنسميه أضبط نان دي بولارايزينج نان دي بولارايزينج هدا أول سبتايت من النيورو موسكولر جنكشن بلوكرز يعني النيكوتينيك ريسبتر اللي في السكيلة المسلز هاي في عندنا كلاس كتير قديم كانوا انه بصيدوا فيه الانيمالز الكلاس اسمه كورير كوريرز يعني فيه أشهر واحد تقريبا اسمه تيوبو كوريرين هاد ايش بيجي بيعمل هاده انتاجونيس للإستالكولين على النيكوتينيك ريسبتر يعني اذا تخيلت انا هاي هاي النيرف يعني الكولينارجيك نيرف هاي آخر النيرف وهاي السكيلة المسل نورمالي بيجيك الاستالكولين على المسل بيعمل بيعمل انا باجي بمنع الاستالكولين انه يسوي شغل باجي بعطي اللي هو كورير فبتتسوي لك هلا كان اول بيحطوه على الراس السهم على الراس الارو بصيدو فيه الانيمال بتعملهم فالانيمال بيكون بركض بعدين بطل قادر يركض لانه المسل انشلت طبعا بتتبلش من من عند المسل بيعمل مثل الديافرام بالتالي كانت تعمل استخدامهم كلينكالي هدولة هدولة رير بس لأنه إحنا بطوبيكس فارماكولوجي وان فها دي كونسي يعني استخدامها كمسل مرخي عضلات ليش اسمهم ناندي لأنهم بمنعوا الاكشن تبع الاستايكولين بالتالي حيمنعوا عملية الكالسيوم ان فلاكس طيب فيه كلاس تاني اسمه شوي ممكن يكون متعب الكلاس التاني اسمهم دي بولارايزنج طب ما هو كيف لازم العكس لازم أوقف أن العملية هاي مضبوط بس هو إيش بحكي لك أنه هون فيه دراجز بالتوتال هم بلوكرز على هاي الجونكشن بس لأنه البايندينج بالأول بعمل شوية اكتيفتي بعمل شوية دي بولارايزيشن يعني كأنه بالأول بشتغل زي الاستال كولين بعدين بأكس الشغل هون فيه موليكيول اسمه ساكسينيل كولين ساكسينيل كولين فهذا من ال دي بولارايزنج دراجز واللي هم أصلا من ال نيورو موسكولر جنكشن بلوكرز ليش اسمه هيك؟ لأنه منسمي باي باي فيزيك دراج لو شوي أطلع عشان فهم للشباب كيف الفكرة الفكرة أنه هذا بأول شغله حتى لاحظ اسمه زي الاستال كولين اسمه ساكسينيل كولين هذا بأول بعمل اكتيفايشن بعمل لك دي بعمل لك ايش العكس فاحنا لغاية هلا حكينا بالأنتي مسكارينيكس الأدوية اللي هي كتير يوسفل في مرضى السي او بي دي اللي هي من مشتقات الاتروبين طبعا إذا بخدهم من الأول هم الاتروبين as the most famous one اسكوبولامين هذا مور لايبوفيليك بيستخدمه as patch بيستخدم في حالات الموشن سيكنس لأنه بيسويني نوع من السيديشن بعدين حكينا بالإبراتروبيوم بالتايو تروبيوم بعدين حكينا بالأنتي نيكوتينيك دراجز حكينا بالتوبيك صغير بس ما حكيتش عام منه كتير اللي هو النيكوتين لو خليني أطلع شوي لفوق شوي لو سمحت حمد بدي أرجع لفوق أوكي هلا هذا مثلا زي هذا النيكوتين هلا هذا النيكوتين يعني it's not a drug بس كمان بنسمي biophasic drug أولها بعملك بتصير إن هاي فيز ون وهادي فيز تو في فيز ون حيسوي لك depolarization بالقانجلية بعدين حيسير دي يعني حيسير نحكيها just the opposite استخداماتنا بهاي 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 مجموعة الأدوية هي مش كتير بس أكتر وإشي we may use الانتي مسكرينيك استحديدا scopolamine والإبرتروبيوم والتيوتروبيوم بتصور له هلا غطين يعني إن شاء الله كنا قدرين اليوم نغطي الكونسيبت بيظل في مرات كتير أدوية تانية بس هاي هي الميجر بوينتز بهذا الشابتر طيب هلا إحنا سوفار خلصنا المستكمون ميديكيشنز ضل عندي الـ side effect أي دواء لما يحكي أنه anti-chlorineergic side effect رح نتوقع أنه رح يعمل لي constipation رح يعمل لي dry mouth رح يعمل لي blurred vision أوكي رح رح نفكر في المد رياسز هاي هي الـ collection أو بتيجي package مع بعض as a side effect لهذه الأدوية ومرات ممكن يكون دائما يعني sedation أوكي طبعا هاي side effect بتصير بال systemic يعني الأورال أو IV بس ما بتصير مع الدولة لما يكون inhaled زي aprotropium أو teretropium هاي أدوية commonly used من أحد الأساب اللي بدخليها commonly used اللي هي ما إلها هاي adverse reactions أو side effect لأنها هي locally أو يعني inhaled medication فأنا بس بشتغل مع المسكراني receptors اللي باللنقس بتصور هيك خلصنا البارت هذا I hope إنه كان البارت هذا مفيد لإلكو وإن شاء الله تابعونا بالنكس فيديو ستوكم يعطيكم العافية جميع